موسيقى شاهدين الكرام سلام الله عليكم و أهلا بكم في آخر طبعا نصديفه في هذا الحلقة سيد سالم زهران مدير مركز الارتكاز للإعلام للحديث عن التطورات اللبنانية والإقليمية لسيما تطورت الوضع في سوريا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير و الرد السوري عليه أهلا بك سيد سيد سنبدأ طبعا من كلام السيد حسن نصر الله بالأمس حول سوريا تحديدا عندما قال بأن سوريا انتصرت ولا تزال تنتظر الانتصار الحاسم أو الانتصار الكبير كيف تقرأ هذا الكلام؟ قبل الكلام سمحت السيد حسن نصر الله لابد من توجيه التحية إلى ريم خلاف هذه المقاومة الحقيقية ريم خلاف هذه المقاومة الحقيقية لأن اليوم بزمن الخنوع العربي مش سهل أخ مرحب نيجي حدا بمركز بالأسكوا من الدرجة الأولى الرفيعة تصنيف المعنى الوظيفي يقول ها استئالتي على الطاولة أنا أرفض أن أشوى الحقيقة ونعم أن إسرائيل هي دولة المعادية الإرهابية بكل صراحة وبساطة يمكن عدد من المشاهدين العاديين وبتفهمهم ما بيكونوا بيعرفوا موظف أممي يجيوء في بوجه إسرائيل أسهل شي على الصهاينة أنه نروحي لبسوك تهمي أنك معادل إسلامية وأسهل شي بأنك مجرد تلبس هذا الثوب بأنك معادل إسلامية تمنع من دخول يمكن تلترباع الكرة الأرضية وإذا ما تعرضت للسجن نعم التحية إلى ريمة خلف هذه المقاومة على طريقتها لأنه ما حدا بيقول أن المقاومة هي بس أنك تحط أصبعك على الزناد وتطلق الرصاص على العدو لا الموظف في وظيفته هو مقاوم كيف إذا كانت هذه الوظيفة في الأمم المتحدة وفي كذبة أخ ملحم اسم المجتمع الدولي يعني بتكون أنت عم تقرأ مثلا تقرير صحفي أعلامي دراسي ورأي المجتمع الدولي كذا هاي كذبة كيف يعني مجتمع دولي والصين والهند وجنوب إفريقيا وروسيا والجمهورية الإسلامية بإيران ونحن بهذا الشرق العراق وسوريا ولبنان خارجه المجتمع الدولي اللي بنقرأ بالنص ليس عبارة إلا عن الولايات المتحدة الأمريكية والقم المتحدة بحقيقتها بجوهرة أيضا ليست إلا عبارة عن الإدارة الأمريكية لما نقول عما نقول الولايات المتحدة الأمريكية وباختصار المعركة لها عدة أنماط وعدة أشكال في زمن المصلحة والأنى الفردية أن يتسامى موظف من أجل قضية اسمه فلسطين ومن أجل الحقيقة قبل كل شيء هذا يسجل له التحية إلى ريمة خلف طبعا فقط للتنويه ريمة خلف هي الأمينة العامة لمنظمة الإسكوا التي قدمت استقالتها قبل يومين بسبب التقرير الذي رفضه الأمين العام للأمم المتحدة والذي يدين إسرائيل ويتهمها بالفصل العنصري وبسياسات التمييز العنصرية والغريب بالأمر أنه التقرير نشر على الموقع الإلكتروني والأغرب بالأمر أن الإسرائيلي علانية طلب شطب هذا التقرير وإلا لن يمول الأمم المتحدة بالأموال والأغرب أن الأمين العام أو السكرتير العام للأمم المتحدة وقف على نيه وقال لنشطب التقرير طيب بالنسبة للسؤال فيما يتعلق بكلمة السيد حسن نصر الله الانتصار سوريا انتصرت ولا تزال تنتظر الانتصار الكبير أو الانتصار الحاسم هذا الكلام يعني كيف يمكن أن يقرأ اليوم خاصة أننا نتحدث عن سوريا التي لا تزال دير الزور الرقة معظم مناطق الشمال السوري مناطق في ريف دمشق في حمص أيضا لا تزال خارج سيطرة الجيش السوري السلطة السورية كيف يمكن أن يقرأ أو يفهم هذا الكلام إذا بدك تجاوب على هذا السؤال أنت وحاطت بذكرتك وبراصك مشهد سوريا 2009-2010 يمكن يكون صعب تفهم كلام سمحت سيد حسن نصر الله بس إذا بدك تعيش لحظة أيار حزيران 2012 اللي أنا عشتها بدمشق وأنا بهذه الفترة كنت موجود بدمشق أكتر ما كنت موجود ببيروت أنك تشوف ساحة العباسيين أمطار المعارضة بعيدة عننا وساحة الأمويين عم تتفجر فيها الهيئة العامة لقيادة الأركان أنك تشوف مبنى الإخبارية السورية بدروشا عم يفوت يتدمر وينهب أنك تشوف الطرقات خالية بدمشق وكل وسائل الإعلام العربية اللي هي معادي للحكومة السورية عم بتبث أنه سقوط ساحة الأمويين ودمشق خلال ساعات أنك تتذكر أنه حلب من أقل من عام بل من أقل من أشهر كانت تحت قبضة المعارضة وكانت أشبه بحلم تحريرها أنك تشوف سوريا بال2012 وال2013 و2014 و15 و16 آه بيطلع معك نعم أن سوريا قد انتصرت بس هذا المقياس الانتصار هو منه على قياس 2008 و19 لا هو مقياس على أساس 2012 و13 و14 يعني على أساس لحظة سقوط سوريا للأسف أخ من الحم أنا عندي الشجاعة لك أنه عدد كبير من الزمنة والأصدقاء والأسادز اللي كانوا يطلعوا يبرر ويقولوا لا مش 70% من الأراضي السورية تحت احتلال مجموعات الإرهابية كانوا يخبوا الحقيقة نعم في وقت تحدث في فترة 2012 2013 2012 2013 كان 70% من الأراضي السورية تحت قبلة هذه المعارضات ونعم كانت دمشق قاب قوسين أو أدنى ربما لا سمح الله من الكارثة الكبرى ونعم كانت ساحة العباسيين تحت نيران المعارضة السورية ونعم كانت ساحة المويين تشهد تفجيرات في مبنى الأركان ونعم إن كثر اعتقدوا أن سوريا قد سقطت لتعود كطائر الفنيق من جديد وهذا الكلام منه شعر وهذا الكلام منه نثر على الهوى لا هذا كلام واقعي ملموس كثير من أهلنا السوريين اللي يسمعوني هل لا يتذكروا هذه المرحلة العصيبة باختصار سوريا انتصرت مقارنة بالمشروع الذي كان يحضر لها خلينا نشوف المشهد قبل سوريا المشهد بليبيا المشهد بمصر المشهد بتونس كيف سقطت بسرعة أما المشهد في سوريا نعم سوريا انتصرت لأنها تجاوزت تجاوزت سقوط العاصمتين العاصمة دمشق والعاصمة حلب وسوريا هي تكاد تكون البلد الوحيد اللي عنده عاصمتين حقيقتين بكل معنى الكلمين وسوريا نعم انتصرت اليوم لأن سوريا اليوم استطاعت بعد 34 أو عفا 36 تدخل إسرائيلي مباشر في الحرب السورية أن ترد بصواريخ ظاهرة بائنة واضحة علنية وبعد شوي بفوت عني أش أكيد أكيد لأن هذا موضوع موضوع مهم جدا خاصة بتداعياته ودلالاته ولكن في هذه الجزية التي كنا نتحدث عنها فيما يتعلق بالانتصار الكبير الانتصار هل هو متعلق بالصمود باسترداد جزء كبير من الأراضي التي كانت بيد أو تحت سيطرة المجموعات المسلحة أم الأمر تغير النظرة الدولية إلى ما يجري على الأرض السورية يعني نحن نتحدث الآن عن مواقف مختلفة أو بدأت تظهر بأنها مواقف مختلفة موقف تركي لمسنا تبدل في الموقف التركي أيضا لمسنا تبدل في الموقف الأمريكي هناك مواقف مختلفة الآن في الساحة الدولية هل أم متعلق بهذه المواقف أم لا متعلق بما يجري على الأرض الأمر متوازن المشهد العسكري والسياسي متوازيين مع بعضهما البعض يعني أنت ما فيك تفصل المسار السياسي عن المسار العسكري لمبسط الأمور صمودك والميدان تحريرك لحلب محافظتك على دمشق اللي تعرضت تذكر لأكتر من محاول إلى الإسقاط تمددك الآن نحو الفرات نحن هلأ نحن عم نتحاور جيش العربي السوري يقدم المزيب والمزيب من الأراضي شرق الفرات وبالتالي نعم هذه الإنجازات الميدانية العسكرية مترافقة مع إرادة الحلفاء وما بقى هيك نتخبى وراء أصبعنا سوريا مش واحدة عم بتقاتل وسوريا مش لا واحدة عم تتقاتل اليوم المشهد ومشهد إقليمي على الأرض السورية بامتياز فيك تشوف الطائرات الروسية فيك تشوف المستشارين الإيرانيين فيك تشوف الأصدقاء من حزب الله وبالتالي نعم المشهد الإقليمي تغير كل الطرف من الأطراف من الحلفاء تحدث هنا يعني ينسب ما جرى أو هذا النصر أو الفوز له يعني كلنا يتذكر ما قال لفروف فيما يتعلق بلازم السورية عندما قال بأنه لو لا تدخل روسيا لكانت سقطت دمشق في أسبوعين وكان هناك رد بطريقة غير مباشرة من قبل بعض القيادين والسياسيين الإيرانيين على هذا الكلام حتى الأخ بالبيت بيتنافسوا من بيحب بيه أمه أكتر من الثاني وإن شاء الله بكرة ربنا يطعمك أولاد وأنا عندي أولاد عندي ولدين عندك ولدين مثل حكاية فمجرد ما يجي ولد يغمرك على السريع بتلاقي الثاني نطوه عرب شاء لايك صار عم يبوز فيك مشهد الأب نبسته للناس نعم في سوريا يوجد صراع لكن هذا صراع ما أنه صراع إذا بدك بمعنى الحديدي لا هو صراع بمعنى النفوذ والسياسي نعم هي سياسة نفوذ ونعم كل واحد منهم على طريقته عم بيجي يقول أنا بسوريا الحصة الأكبر مش عم نجذب ولم نتخبى وراء إصبعنا هيا الحقيقة لكن هل في جابها بين الروسي والإيراني على الأرض السورية ولا مرة هل في مواجهة بين حزب الله وبين الروسي ولا مرة هل في مواجهة بين حزب الله وبين الإيراني كمان ولا مرة هناك تكامل ونعم هناك صراع على النفوذ وهذا مشروع حتى في الحزب الواحد في الحزب الواحد وأنا بتحدى على الهواء سميلي حزب في الدنيا كلها بقلبه ما في نفوذات مختلفة وما هذا يعطي مثليات الإنسان البشري بطبعه يميل إلى السلطة ويميل أكثر وأكثر إلى توسيع رقعة سيطرة يعني ربما يكون هناك اختلافات ولكن لا يوجد خلافات مش اختلاف هناك نعم محاولة للقول أكثر وأكثر أن نفوذنا أكثر وأننا أعطينا أكثر وهذا بتفهم لألك لي لأنه اليوم بالأخير بالجمهورية الإسلامية بإيران ونحن رحينا على انتخابها مقبل بأيار المقبل صحيح كمان في حدنا عم بيقاتل بسورية بدي روحي يقول للناس بالداخل الإيراني وأنني أقاتل وأنني أنتصر وأنني أحقق داخل روسيا الاتحادية وأنا دائما موجود بروسيا الاتحادية وهلأ بنيسان المقبل شهر المقبل عنا مؤتمرين بروسيا الاتحادية كمركز اتقاذ مؤتمر بدعو من وزارة الخارجية روسيا والعالم الإسلامي للمرة الثالثة ومؤتمر بدعو من وزارة الدفاع مؤتمر أمن الدولي السادس دائما تسمع بالمؤتمرات كلام واضح أن هناك في روسيا من كان غير مقتنع من الرأي العام بهذه الحرب وجدوا هذه الحرب وهذا الأمر طبيعي لهذا كمان معنية السلطة تقدم للرأي العام مبررات وجود باختصار الحلفاء على الأرض السورية هم ليسوا في حالة صراع بل هم في حالة تكامل ونعم حالة تنافس وهذا التنافس مشروع لأنه تنافس نحوها الأفضل ومش يجب نستحي ولا نخبي اسمح لي أن نتوقف الآن مع فقرة إقراء إسرائيل لأن الصحف الإسرائيلية اهتمت كثيرا حتى الآن لا تزال بعد مرور أيام على العدوان الإسرائيلي على سوريا لا تزال الصحف مهتمة بهذا الموضوع وتبعات هذا الموضوع سنتوقف مع إقراء إسرائيل مقتطفات من بعض الصحف الإسرائيلية ومن ثم نعود لإستكمال الحوار إسرائيل هيوم هذه المرة الروس استشاط غضبا هجوم سلاح الجو في سوريا وتسلسل الأحداث بعده أديا لأول مرة إلى مواجهة علنية بين إسرائيل وروسيا لم يكن واضحا ما الذي أثار حفيظة الروس ودفعهم للأعراب عالنا عن غضبهم من الهجوم بأعلانهم عن استدعاء السفير الإسرائيلي إلى محادثة توضيحية أي أن يكن إسرائيل لديها مصلحة جلية في إبقاء الروس خارج الصراع ضد تهريب وسائل قتالية متطورة إلى حزب الله ومن المنطقي أن يبدل في إسرائيل جهودا عليا للحول دون تغيير السياسات الروسية لكن هذا سنعلمه فقط في الوقت الفعلي في الهجوم المقبل على خلفية جهود حزب الله الحثيثة للتسلح بسلاح نوعي ولسيما صواريخ دقيقة وتصرحات إسرائيل العالمية بأنها ستعمل على أحباطها تقريبا ليس هناك أدنى شك بأن هجوما كهذا متوقع قريبا لكن يمكن التقدير بأنه على خلفية الأحداث الأخيرة ستكون هناك حسابات مخاطرة أعلى مما كان في الماضي وحينها أيضا لن يكون الحدث تحت سيطرة إسرائيل الحصرية الرد السوري كان استثنائيا والرئيس السوري يشعر بالثقة ويسعى للتوضيح لإسرائيل بأنه ينوي رفع سقف الرد على الهجمات على الأراضي السورية معاريف يلعبون بالنار هل نريد حربا؟ بالتأكيد لا هل تريد حكومة إسرائيل حربا؟ هي تقول لا هل مهاجمة الأسلحة السورية وهي في طريقها إلى حزب الله تقرب الحرب؟ بالتأكيد هل تعلم حكومة إسرائيل أن هجوما في سوريا يقرب الحرب؟ بالتأكيد ما بقي لنستوضحه هو لماذا يهاجمون أهدافا لحزب الله في سوريا؟ وكيف يقرب الهجوم الحرب المقبلة؟ وهل تريد الحكومة جولة قتال إضافية؟ والجواب على ما يبدو نعم الوضع السائد اليوم هو ميزان رعب يحافظ على الهدوء من يخرق اليوم ميزان الرعب هو الهجوم في العمق من حكومة اليمين وهي تكرر بهذا أحد الأخطاء التي جرتنا إلى حرب يوم الغفران عندما قررت الحكومة حينها شن هجمات في العمق المصري ميزان الرعب ينطوي أيضا على خشيتنا من قدراتهم الصاروخية مئة ألف صاروخ هل تتذكرون؟ الهجوم في يوم الجمعة يخدم بشكل أساسي مصلحة سعودية وأمريكية في الصراع الذي تخسرانه ضد إيران والأسد نتنياهو يبيع الجيش الإسرائيلي كمرتزق لترامب والسعوديين ضد الإيرانيين إنه يبني على حلف إقليمي يسمح له بمواصلة السيطرة على الضفة وهضبة الجولان يجب قتل هذه الأوهام قبل أن تقتلنا سيد سالم العدوان الإسرائيلي الأخير لمواقع في سوريا هل يأتي ضمن إطار الانتصار الذي تحقق في سوريا؟ ما في شك نحن عم نحكي إنه من دلالات الانتصار أنك الآن بعد 36 تدخل إسرائيلي مباشر وللتذكير من العام 2011 لحد الأمس هناك 36 مرة سجل الإسرائيلي مباشرة عم يدخل بمشهد السوري بتشرين الثاني لـ 2011 عبر قصف مدفعي طال القنيطرة ريف القنيطرة وبآخر غارة اللي كل الناس عم تحكي عنها ونحن عم نحكي عنها وهدف هذا التدخل وهدف هذا التدخل كان متفاوت يعني بمرحل من مراحل أو إذا بدك تعمل لك دراسة سريعة لواء تسعين بالجنوب السوري اتزائب مركز البحوث بجمرية تعرضوا لأكثر من غارة وبالتالي هناك أهداف ثابتة تتعرض لغارات وهناك أهداف متحركة تتعرض لغارات وضع الإسرائيلي قاعدة علنية وبعتقد أنه يمكن يكون جزء من هذه القاعدة صادق بالتعبير عنها وبين هلالين ما نستغرب بإسرائيل في صحافة حقيقية ويمكن واحدة من العلامات التفوق علينا بالجانب العبري هي موضوع الإعلام وموضوع الصحافة حاصة الصحافة الورقية نعم كان لافت في هذا بين مزوجين كان لافت ما ذكرته صحيفة معاريف الآن بأنه انتقاد واضح لهذه الضربة أو العدوان الإسرائيلي على سوريا وقالت بأنه هذا يصب في مصلحة السعودية وبعض دول الخليجية ومصلحة أمريكية وليس بمصلحة إسرائيلية بس مع فرق أنه الكاتب عم بإيسا بإياس ويمكن معه حق بس مش منتبه أنه هناك شراكة حقيقية بين هذه الدول العربية وعلى رأس مملكة العربية السعودية للأسف وبين إسرائيل وأن هناك لحظة طلاقي استراتيجي إذا ما بدي أقول أكثر لحظة تطبيع بكل معنى الكلمة الكاتب اللي حكي صحيح بجانب لكنه بجانب آخر يخفل أن هناك شراكة حقيقية أمريكية إسرائيلية عربية وهو الخلق الجدي والخوف هل التدخل رقم 36 الإسرائيلي كان بعد زيارة محمد بن سلمان لترامب وأنا بتقدير الشخصي وما عندي معلومات أن واحد من أسباب الرد السوري بهذه الطريقة له علاقة بأنه ربما يكون هناك رسالة ما أراد أن يوصلها محمد بن سلمان عبر زيارته ترامب ولقاءه فأراد السوري أن يرد وأكثر من هيك أنا برأيي هالغار الفرق بينه وبين التدخلات السابقة أنك ما فيك تفصل لعامل الروسي عنه وكنا نحكي بالجزء الأول هنقول ليه بن يمين نتنياه وزار موسكو أبد الغارة بأيام معه واللي إري الصحف العبرية وبعض الصحف الروسية كان مواضح أن هذا اللقاء لم يكن لقاءا جيدا لكن بقي الموضوع بإطار التحليل والتخمين إلى أن ثبت بالوجه الشرعي إذا بدك عبر استدعاء السفير الإسرائيلي بموسكو ولقاءه بوكدانوف نائب وزير الخارجية وتأنيبه من قبل ميخايد بوكدانوف هذا من أشارة الله صحيفة الإسرائيل نعم وبالتالي يجب التوقف جيدا هذه المرة الأولى التي تستدعي وزارة الخارجية الروسية يعني محاولة روسية للتبرؤ من هذا العمل أو التبرؤ من إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل كما تم الترويج مسبقا ونفت هذا الأمر الخارجية نتنياهو زار العاصمة موسكو سربت المعلومات ومشت لعندي والخارجية نفت هذا الأمر في الصحة أن الإسرائيلي يريد حصة في التركيبة السورية أنا معلومات متواضعة أن الإسرائيلي نعم تدخل على خط الحل السياسي السوري ونعم تدخل عبر دولة أذربيجان ليطلب من الجمهورية الإسلامية بإيران بأن يكون الإسرائيلي جزء من ترتيب غير مباشر في المشهد السوري وأن الجمهورية الإسلامية في إيران أبلغت أذربيجان التي أبلغت إسرائيل أن لا حصة لإسرائيل في المشهد السوري سواء بالمباشر أو غير مباشر وبأن لا ضمانات هناك ونعم أن الإسرائيلي حاول كثيرا أن ينتزع 1701 على غيران 1701 اللبناني في الجنوب السوري ونعم أن الإسرائيلي يسعى إلى إدخال بعض الجيوش العربية ونحن نسمي للإحراج لكي تكون موجودة في جنوب سوريا ولتكون قوات فصل بين الأراضي المحتلة السورية وبين الأراضي المحررة السورية ونعم أن الإسرائيلي يقلق من قطع رأس النصرة بعد الاتفاق التركي الروسي ومش صر أن النصرة في جنوب دمشق أقله تعمل تحت الأمرى الإسرائيلية ونعم أن استدعاء السفير الإسرائيلي من قبل القيادة الروسية ووزارة الخارجية وتحديدا ميخايل بوكدانوف يدل على أن إسرائيل تلقت تأنيبا واضحا من الجانب الروسي يقول بأن قواعد الاشتباك الآن مختلفة وبأن الأسمتين التي عملت الآن المتطورة قادرة على أن ترفع وطرتها إلى أس 300 أو أس 400 وعندها لكل حادث حديث هذه ليست معلومات بل هذه قراءات إلى جانب بعض المعلومات وبالتالي باختصار أن المشهد الإسرائيلي السوري هو مشهد حساس ودقيق جدا الإسرائيلي كان شريكا في الحرب على سوريا وغزت تلك المجموعات بشكل واضح وصريح وعلني والإسرائيلي يقول الآن إذا ذهبتم إلى الحل السياسي أنا أريد حصة أيضا في الحل السياسي لم ينل هذا الأمر بالتفاوض غير المباشر يريد أن ينتزعه بالقوة الفارق الآن أن الروسي وأنا ما بيكذب لا على نفسي ولا على الناس روسيا وإسرائيل مش أعداء لكن روسيا في سوريا استراتيجيتها وابحة إلى جانب الدولة السورية في خطوط حمراء نعم وخلينا ننتبه أنه مطار التاء الذي تم قصفه من قبل طائرات العدو الإسرائيلي موجودة فيه طائرات روسية وخلينا نتذكر أن البقعة التي تم استهدافها في تدمر شرقي حمص هي بقعة فيها قوات روسية إلى جانب حزب الله وبالتالي أن التدخل العسكر الإسرائيلي هذه المرة لم يستهدف حزب الله واحد إنما استهدفها بشكل غير مباشر أيضا الجانب الروسي ويجب الانتباه جيدا والذي يتابع مشهد الحرب السورية بمرحل من مراحل أخ ملحم كانت مستودعات الذخيرة للجيش العربي السوري فارغة وأنا بذكر قبل ما يدخل الجيش الروسي بشكل مباشر في الحرب السورية كنت موجود بموسكو ولتقيت بالسفير اللواء رياض حداد الله يوجه له الخير وأكثر ما كان يتحدث عنه بشغف وبفرح أن هناك اتفاقات قد أبرمت لتزويد مخازن الجيش العربي السوري بالذخيرة الروسية ونعم أن الأسمتين التي أطلقت صواريخها على الجانب الصهيوني والتي أجبرت الصهيوني على تشغيل منظوم الدفاع حالتس هذه الصواريخ تم تعديل حديثا ووصلت إلى سوريا حديثا هذه الحرب يا سيد الكريم هي حرب بأوجه مختلفة وواحد من الأدوار الروسية الحقيقية في المشهد السوري اللي نحن للأسف كمراقبين نخفلها هي مخازن الجيش العربي السوري الكثير من المعارك كان يخسرها الجيش العربي السوري وحلفائه بسبب الذخيرة ونقصة الذخيرة ومنذ أن جاءت روسيا وقبل أن تأتي بشكل مباشر وتحديدا من العام 2015 في المصف الثاني بدأت مستودعات الجيش العربي السوري تستعيد تذخيرها من الجانب الروسي طيب لأول مرة سيد سالم إسرائيل تعلن عن ضرب أهداف في سوريا تعلن بوضوحة نعم كل الضربات السابقة التي وجهتها أو العدوان السابق لم تعلن إسرائيل كان هناك تسريبات تجري الحكومة الإسرائيلية لا تنفي ولا تؤكد اليوم إسرائيل تعلن عن ضرب أهداف في سوريا وأيضا تعلن عن استخدام صواريخ عيدس هذا الإعلان وأيضا استخدام هذه المنظومة من قبل إسرائيل حيث هل له دلالات معينة في قواعد الاشتباك؟ أنا تقديري أن الإسرائيلي أجبر بسبب دوي صفرات الأنذارات سواء في غور الأردن أو في جزء من الأراضي المحتلة أجبر على الاعتراف نعم الطج اللي حصلت دوي الأنذارات بقايا الصاروخ سام السوري الذي وجد على الأراضي الفلسطينية المحتلة أجبر على الاعتراف في كل مرة كان يعتدي وفي كل مرة كان يكون هناك رد سوري بشكل أو بآخر لكنها المرة الأولى التي تدوي فيها هذه الصواريخ ويجبر على تشغيل منظومة الدفاعية الصاروخية وتعمل الإنذارات وكذلك من الطبيعي أن يخرج هذا الأمر إلى العلن نحن كنا نحكي أنه في حرية صحافة بإسرائيل لكن كمان نحن لازم ننتبه أن المسألة العسكرية والأمنية هي مسألة دقيقة عند الإسرائيليين وبتخطى على الرقابة والمراسل العسكري ليس إلا ظابط متقاعد أو حالي في منظومة الجيش الصهيوني وبالتالي نعم تقدير الشخصي أن دوي صافرات الإنذار أجبرت صهايني على الاعتراف بهذه العملية أضف إلى ذلك أن الإسرائيليين كان لديهم تقدير وقرنا في الصحف العبري أن هذا الرد السوري قد يكون مؤشر ربما إلى حرب ما لهيك وكما أن يحضر رأي العام يقول المشهد الآن في سوريا مختلف وهذه المرة تختلف عن المرات الخمسة وثلاثين السابقة على كل حال سنتحدث عن مدى إمكانية اختلافها عن المرات الخمسة وثلاثين السابقة إلى أي مدى يمكن أن تذهب سوريا أيضا في هذه المواجهة وإلى أي مدى يمكن أن تذهب إسرائيل في هذه المواجهة ما هي الخطوط الحمراء لقواعد الاشتباك هذه ولكن اسمح لي أن أتوقف قبل ذلك مع فقرة الميادينة وثم نعود لسكم الحوار الميادينة الغارات الإسرائيلية وأبعاد الرد الصاروخي علي شهاب كانت إسرائيل تفترض أن الغارة على سوريا ستنتهي بتقارير في الإعلام الغربي كما حصل سابقا لكن الإعلان السوري أجبرها على الإعلان عن الغارة دلالات هذا الإعلان تتخطى المسؤولية السورية الرسمية وتبعث برسالة واضحة إلى تل أبيب حول مستوى التنسيق بين السوريا وحلفائها وقد أشارت عدة تقارير إسرائيلية إلى أن الرادارات السورية التقطت الطائرات الإسرائيلية أثناء تحليقها فوق الأراضي المحتلة هذا تطور عسكري نوعي ستطر إسرائيل إلى التعامل معه بجدية من الآن فصاعدا كما أن هذه هي المرة الأولى التي تطر فيها إسرائيل إلى الاعتراف بتشغيل منظومة حيدس للتصدي لصواريخ من داخل سوريا لهذا الأمر وقع معنوي كبير على الجبهة الداخلية الإسرائيلية فضلا عن الحسابات العسكرية التي تستوجب اختبار قدرات المنظومات الدفاعية الجوية الأعلى قدرة من القبة الفلادية وعلى الرغم من أنه من مصلحة إسرائيل الحديث عن صواريخ متطورة ونوعية سوريا تم إطلاقها إلا أن الصواريخ التي يتم الحديث عنها ليست من ضمن التشكيل الصاروخي الذي أحضرته القوات الروسية معها إلى سوريا بل هي صواريخ موجودة في سوريا منذ سنوات سابقة لبدء الحرب فيها في هذا المعطى رسالة أخرى لتل أبيب بشأن قرار المواجهة لدى محور المقاومة في الخلاصة يبدو أن إسرائيل لا ستعمد إلى تقويم الحادث من زاوية اختبار نظرية معركة بين الحروب والأهم أن تنفيذ عملية ما ضمن الأراضي السورية أو داخل لبنان بات محل مراجعة فالسيد نصر الله حول كلامه قبل عام عبر الميادين إلى فعل والكرة الآن في مرمى إسرائيل سيد سالم الظروف التي تمر بها سوريا حاليا فتح أكثر من جفا داخل الأراضي السورية المواجهة مع الإرهاب مع المجموعات المسلحة هل تسمح لسوريا بالدخول في حرب جديدة أم أنه أطلق الصواريك كان مجرد رسالة لإسرائيل أكثر ولا أقل القاعدة الشرعية بتقول إذا هبت أمر فقع فيه بالعكس أنت الصهايني لأنه إذا هلني مقدرين أنه سوريا مشغولة أنت بحاجة تقوله أنه أنا جاهز للحرب وأنا فعلا جاهز للحرب خاصة أنا برأيي مع الغطى الروسي الواضح وخلينا نذكر استدعاء سفير تل أبيب أو الفلسطيني أو إسرائيل بالعاصمة موسكو من قبل وزارة الخارجية وتوجيهه نوع من اللوم لأن هذا إجراء لوم يعتبر في وزارة الخارجية منظومة الأس 200 اللي اشتغلت واللي هي إشارة للأس 300 أو الأس 400 كلها تدل على أن الروسي جاهز على أن يكون هذا الغطاء الجوي مع العدو الإسرائيلي ولا مرة إسرائيل كانت عم تتفوق علينا أخ ملحم بالبر ولا مرة إسرائيل كان في المواجهات وجها لواجه كانت عم تفوق علينا الإسرائيلي يتفوق علينا في الجو ولكن عندما تكون المنظومة الروسية شريكة معك في هذه الحرب أو على الأقل تمنع الإسرائيلي من هذا العدوان باعتقادي أن الإسرائيلي سوف يعيد حساباته هل هذا يعني أن لا حرب مع الصهينة؟ أنا بقول لك لا لا حدا نبيعرف لأنه بالأخير خلينا نتذكر دائما هذا المشهد الطائرات التي أغرب بها إسرائيل كانت طائرات صناعة أمريكية والمضادات والصواريخ التي استخدمتها سوريا كانت صناعة روسية اللافت أيضا أن إسرائيل قالت مباشرة بعد الرد السوري بأنها غير معنية بالتصعيد وأنها لا تريد تخطي الخطوط الحمراء واحتفظت لنفسها بالرد بالمكان والزمان المناسب لأنها تعرف المرة بصراحة اللعبة هي لعبة دولية أكبر منها وهي تعرف أكثر من هيك أن هذه المقاومة وجيش العرب السوري وحلفاء قادرين على أن يكونوا في المواجهة من النقورة لآخر تل في الجولان مقابل الجولان يعني المعركة ستكون ليست معركة مع سوريا فقط إنما مع محور المقاومة بشكل عام لن يكون هناك حرب إسرائيلية على حزب الله من الحدود اللبنانية وحيدة ولن يكون هناك حرب من إسرائيل على سوريا وحيدة هذه الحرب إذا ما وقعت سوف تقع بشكل محوري بين محور ومحور وهذه الحرب إذا ما وقعت سوف تكون مدمرة لكل الطرفين والإسرائيل يعلم ذلك نعم الإسرائيل لدي قدرة عالية على التدمير لكن أيضا المقاومة اليوم لدي قدرة عالية على التمرين وتذكر شغلة كثير أساسية كان دائما الخطاب الإسرائيلي يقول صار في 10 ألف صاروخ على حزب الله لا صاروا 60 ألف لا صاروا 100 ألف لا صاروا 110 لا صاروا 150 ألف مؤخرا آخر شي وقف الإسرائيلي عداد الصواريخ وشو صار عن بيقول لدى حزب الله صواريخ نوعية كذا مداها كذا إذن الإسرائيلي الآن لا يناقش مع حزب الله في كمية الصواريخ الموجودة الإسرائيلي يناقش مع حزب الله في نوعية الصواريخ الموجودة وخلينا نتذكر ديمونا ومفاعل ديمونا ورسالة سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن صلى الله تغطط أيضا الصواريخ التي يمتلكها حزب الله على كامل مساحة فلسطين بمعنى أو بآخر هذه الحرب تكون حرب نووية نحن ما عنا رؤوس نووية عنا صواريخ لكن عنا صواريخ قادرة أن تصيب هذه المفاعلة النووية تقديراتي الشخصية أن الإسرائيلي عاجز على أن يقدم على حرب مفتوحة لكن دائما احتمال الحرب وارد لأنه التجربة مع الإسرائيلي خاصة مع إدارة أمريكية على رأسها مثل ترامب اسمح لنا نتوقف الآن مع فاصل قصير ومن ثم نعود لإستكمال هذا الحوار مشاهدينا الكرام فاصل ونوصل ابقوا معنا من جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام وأجدد الترحيم بالسيد سالم زهران مدير مركز الارتكاز للإعلام الذي رفقنا في هذه الحلقة من آخر طبعة لكن قبل استكمال هذا الحوار نتوقف مع فقرة الحدث لهذا اليوم الحياة قانون الانتخاب اللبناني يتقدم على إقرار سلسلة الرتب والرواتب رجحت مصادر وزارية لبنانية ترحيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتدة وموازنة السنة الجارية إلى ما بعد الاتفاق على قانون الانتخاب وربما إلى ما بعد الانتخابات النيابية المرشحة للتأجيل بدورها وأوضحت مصادر للصحيفة أن التأزم السياسي وتداخل الخلافات حول السلسلة والضرائب المقترحة لتمويلها والتي أدت إلى تحركات احتجاجية في الشارع مع الخلافات المتواصلة على قانون الانتخاب دفعت رئيس البرلمان نبيه بري إلى إصدار بيان أمس حدد فيه ترتيبا جديدا لأولويات المرحلة بأربع نقاط انتباعا أولا أولوية قانون الانتخابات ثانيا تعيين لجنة تحقيق بلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم ثالثا إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق رابعا إقرار الموازنة وقالت مصادر نيابية للصحيفة أن بيان بري بتقديم قانون الانتخاب على غيره يمهد لمبادرته إلى الاحتياط من مخاطر حدوث فراغ في السلطة التشريعية بحلول العشرين من حزيران يونيو تاريخ انتهاء ولاية البرلمان في حال تعذرت الانتخابات لغياب اتفاق على قانونها وكشفت للصحيفة أن بري سيبدأ مطلع نيسان أبريل المقبل تحركا للدعوة إلى جلسة نيابية تمدد ثلاثة أو أربعة أشهر للبرلمان كفرصة للتوافق على قانون جديد وإلا إجراء الانتخابات على القانون الحالي على رغم المعارضة الواسعة له واشنطن بوست معركة تحديد سياسة أمريكا أولا الخارجية تقسم البيت الأبيض قبل إلقاء الرئيس دونالد ترامب خطابه الأول أمام الكونغرس جلس مع مستشاره الجديد للأمن القومي هيربرت ماكماستر الذي اقترح عليه إجراء تعديلات على الخطاب لجهة توصيف المعركة ضد داعش والقاعدة على أنها عالمية ومتعاقبة جيلا بعد جيل وأن الولايات المتحدة ستخوضها بمشاركة حلفائها المسلمين كذلك طلب ماكماستر من ترامب حذف عبارة الإرهاب الإسلامي الراديكالي وفق ما قال مسؤول أمريكي رفيع تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه بيد أن أي من اقتراحات ماكماستر لم يؤخذ بعين الاعتبار هذه المحادثة المختصرة بين الرئيس ومستشاره للأمن القومي تسلط الضوء على واحد من ألغاز إدارة ترامب وسياسته الخارجية ماكماستر ينظران إلى داعش على أنه مشكلة عالمية وأن الحرب معه ستستمر عشرين عاما كما يقول مسؤول أمريكي رفيع لكن الرئيس لا يره كذلك وهو يركز على تهديده في المدى القريب في العراق وسوريا لقد ولت الأيام التي ينتقد فيها الرئيس باراك أوباما الحلفاء العرب بسبب سجلاتهم في مجال حقوق الإنسان أو اقتراح مشاركة المنطقة مع إيران وزير خارجية خليجي أعرب مؤخرا عن مشاعره تجاه ترامب أمام كبار المسؤولين في الخارجية الأمريكية قائلا عن الرئيس الأمريكي هو لا يحب إيران يريد أن يقوم بأعمال داخل بلداننا لكنه لن يقول لنا كيف سيفعل ذلك سيد السلام زهران كثر الحديث في الملف اللبناني طبعا عن أهداف النزول إلى الشارع اليوم هل هي أهداف مطلبية محقة أم هي أهداف سياسية طبعا هناك اتهامات كثيرة للمتظاهرين ولي أيضا جهات سياسية تقف خلف المتظاهرين لإسقاط السلسلة من جهة أو لإسقاط قانون الانتخابات من جهة أخرى أنت كيف ترى الأمر؟ للأسف ببلادنا بيحطوك الناس في الرأي العام قدام سؤال كبير ومطلوب أنك تجاوب بنعم أو كلا ده أخذ وقت طبعا وإذا نعم يعني نعم للآخر وإذا كلا كلا للآخر لا المشهب منه مشهد حق كامل ولا مشهب باطل كامل برأي سيد حسن يمكن من أجمل ما قالوا بخطابه والأمس هو أنه نحن بدنا ناكل عنب السلسلة ولكن ما بدنا نطعم حصرهم الضرائب لكل الناس لنختصر المشهد على المشاهد اللبناني والمشاهد العربي سلسلة الرتب والرواتب هي أشبه بزودة معاش إذا بدك هيك تبسطها لموظفين الدولة مستحقاتي مستحقات وبخاصة الأساسي في مستويات التعليم المختلفة الضرائب أنت لا تدفع لهذا الناس سلسلة أنت بحاجة تحط ضرائب هذه الضرائب الـ 22 فيها ضرائب تطال الطبقة العليا لأول مرة بالبلاد تحديدا المصارف والأملاك البحرية وفيها ضرائب تطال المواطنين العاديين ومش صحيح أنه فيك تعمل ضريبة أنت يتصيب الغنة ما تصيب الفقير مثل التفئة أو مثل مواد البناء أو مثل السجل العدلي لأنه أنت وأنا ورئيس الجمهورية من روح أن تكتب العدل وبالتالي كل الناس في معاملات بتعملها اللي صار والشيء الغريب العجيب وقررت الضرائب اللي بتطال الناس كل الناس ووقت اللي وصلنا على الضرائب البطال اللي لازم تطالهم اللي هن المصارف والأملاك البحرية صارها مروجة طارت الجلسة طارت مع السلسلة وفلت الشارع هذا بيخليك توقفكي بيهدوء برواء وتسأل أولا هل يجب على الناس أن تتظاهر؟ نعم يجب على الناس أن تتظاهر وحل لك ليه ببساطة بسويد وبالدنمارك وبالناروج وبالندا وبكل هاي الدول اللي بتحترم الحالة وبتحترم مواطنينا في حكومة وفي معارضة مش هيك؟ وبتنزل الناس تتظاهر أنا بفهم الحزب الشيوعي اللي لبناني يكون بالشارع أنا بفهم حزب الكتائب اللي هو حزب اليوم بالمعارضة براك الحكومة أن يكون بالشارع حزب الأحرار يكون بالشارع الحراك المدى أن يكون بالشارع بس أنا ما بفهم كيف وزير مشارك بالحكومة وعنده كتلة سياسية أساسية وموجود بالشارع وبالتالي نعم اختلط الحابل بالنابل ونعم في قلب هذا المشهد جزء من الناس جزء كبير موجوع وعم بيقول أنا ما بدي ضرائب أكثر وأكثر وأكثر وجزء من الناس عم بيقول أنا بدي السلسلة وهي دي حقي وجزء من الناس عم بيستثمروا بالمعنى السياسي وعم بيقولوا نحن كمعارضة حقنا نستفيد من هذه اللحظة تهاتي الحكومة ونعمل مشهد ضد هذه الحكومة وجزء آخر من أصحاب المصارف وأصحاب الشركات الكبرى خاصة المعتدية على الأملاك البحرية كمان حركت بعض الناس النشطين على السوشال ميديا ولا يمكن أن يبلشوا يسبونا ولعبت فيهم سيد حسن نصر الله يقول بأن الأمر ليس كما تم تصويره في مواقع التواصل الاجتماعي يعني كان هناك تطخيم حقيقة لموضوع الضريبة المفروضة على بعض السلع الرئيسية بالإضافة إلى أن الرئيس سعد الحريري قال بأن الضريبة المفروضة هي ضريبة عادلة وليست كما يتم تصويرها أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى تجيش الشارع ونزول الناس إلى الشارع لا الضريبة عادلة ضريبة منها عادلة بجزء منها منها عادلة وأنا رح بسط لك الأمور بطريقة كتير سهلة سلسلة الرتب والرواتب تكلفتها 185 مليون دولار أنت أجي تقول بدي أعمل تسفي للأملاك البحرية بمليار دولار أعملها للتسفي مليار ومية هاي؟ هاي هو الجلدون بيحملون يعني شو أتلقون أملاك البحرية؟ يعني اللي عنده مسبح أو أوتيل على شط البحر للدولة معتدي ومعمر عم بتجمعهم وتقول بدي يدفع منهم مليار بدي يلم منهم مليار لا للم منهم مليار ومية مليون دولار وفيك تقول لهؤل المصارف اللي طلعوا مبارح ثلاثة مليار ونص بالهندسة المالية شرفوا فوق اللي بدكم تدفعوا وبدن ندفعكم 85 مليون دولار ولنبسط الأمور إذا عنا 15 بنك بيطلع على البنك يعني شو أعشرة مليون دولار حق سيارة بيجيبها لها مانا هاتش نحكيش كلمة عن الهواء لا مش منيحها وبالتالي لا هين الدولة إذا كانت عند النية الصادقة أن نتمول السلسلة دون أن تمد يدها على جيب الفقراء سيد حسن صلى الله عليه أنه هناك بدائل بحزب الله سيطرح هذه البدائل بالرغم من أنه لم يتحدث على الهواء مشارة منعا للمزايدات كما قال ما هي هذه البدائل التي من الممكن أن تحقق فعلا هذا التوازن دون أن تمس الضرائب فقراء البلد ما بتدعي أني بعرف حزب الله شو بديكترح بس هلأ كنت عم خبرك على طريقة كتير سهلة لأنت تمول السلسلة بدون ما تمد إيدك على جيوب الفقراء الهدر بيجي حدا يقول لك الهدر ووقف الفساد مزبوط بس أنت إذا بلشت بالهدر ووقف الفساد هلأ مش بكرة الصبح بتبلش تعمل مردود ما هيك؟ لهين الأمور سهلة وبسيطة وطبعية أملاك البحرية زائد المصارف حملهم الـ 185 مليون دولار بكل بساطة وبكل سهولة بنيسان 15 نيسان كان يوم 3 2014 كل هاي الطبقة السياسية فاتت عمجلس النواب بما فيهم اللي هلأ مع تردين ووافقوا على تلك الضرائب رجعت هاي الضرائب فاتت اليوم عمجلس النواب هني ذاتهم جزء منهم اللي وافق اعتراض هني ذاتهم اللي جوا موافقين بره مع تردين في حملة حفلة همروجي بتدلك على ما يلي واحد إنه هاي الطبقة السياسية عندها عجز بإدارة شؤون الناس اتنين لا في حدا يمكن عم يخطط لهذه الفوضى وإذا كنا عم نحكي بالسياسة الدولية عن فوضى الخلاقة الأمريكية أنا برأيي اللي صار بالجلسة الأخيرة كانت فوضى خلاقة لبنانية نعم إن المصارف وأن أصحاب الشركات البحرية الكبرى قد طيروا الجلسة بأسلوب مسرحي ونعم من حق الناس أن تصرخ والناس موجوعة والناس موجودة بالشارع لكن نعم هناك من يستفيد حتى من عذبات الناس ومن صرخ الناس اللافت أنه معظم السياسيين بالبلد أو الأحزاب السياسية تحدثت عن ضرورة مكافحة الفساد لتمويل السلسلة من خلال هذا الأمر وكأن هذه الأحزاب أو هذه الشخصيات خارج إطار الدولة التي يهيمنون على مقدراتها من كل حب وصوب كيف تبعت هذه التصريحات؟ وهل من الممكن في ظل هذه الظروف التي نعيشها المحاصصة الحزبية المحاصصة الطائفية التي يعيشها البلد من الممكن فعلا مكافحة الفساد؟ بكرة بمقالي بصحيفة الجمهورية يبدل من العجاب السياسية السبع في لبنان أنه يكون عندك سياسي وزير ونائب بكتلة هي ذاتها الكتلة مسوطة على الدرائب هو ذاته هالوزير عم ينفذ ذات درائب هو ذاته هالوزير عم يسره هو ذاته عم يتظهر هذا من العجاب السياسية اللبنانية بكل دول العالم في معارضة في مولاد في يمين في أقسى اليمين في يمين وسط في يسار في أقسى اليسار في يسار وسط إلا في لبنان فيكون تقدم اشتراكي ورثان الزعامي وعبورتها لابنه مثل ما هلأ عم نشوف مع الأستاذ وليد جمبلاد فيكون ضد الفساد وضد السرقة وهو ذاته فاتح سناديء ومش مخلي حدا من شره مشهد غريب عجيب أنا بتقديري الشخصي أن هناك حفل تكاذب على الرأي العام اللبناني وعلى الرأي العام اللبناني أن يميز في هذا المشهد بين المطالب المحقة وبين أهل السوء الذين يريدون أن يركبوا على هذه الموجة ليصلوا ربما في صندوق الاقتراع المقبلة في قانون الانتخابات وزيرة الداخلية نهاد المشنوق وجه دعوة لي الهيئات النخبة الاقتراع في 18 عزيران مقبل الأمر محسوم بأن رئيس الجمهورية الجنرال مشرعون لن يوقع على هذا المرسوم الأمور إلى أين تتجه خاصة أن الرئيس نبيه بري وضع أربعة أولويات الأولوية الأولى وطبعا بالتتاوع الأولوية الأولى إقرار قانون الانتخابات وثانيا لجنة التحقيق لمواجهة الفساد ثالثا إقرار السلسلة ورابعا إقرار الموازنة الأول هو إقرار قانون الانتخابات هذا في الأولوية الأمور إلى أين تتجه في ظل هذا الغموض الذي يكتنف موضوع إقرار قانون الانتخابات للأسف أخ ملحم عدد كبير من الطبق السياسي مش عم بيقدروا شو يعني ما يكون عنا عنوان انتخاب وما يكون عنا انتخابات مش عم بيقدروا معنى أن نصل إلى لحظة ربما يكون فيها فراغ شامل نحن طلعنا من فراغ رئاسي كان عنا فراغ برئاسة الجمهورية بس كان عنا حكومة عم تشتغل وعن مجلس نواب عم يشتغل اليوم نحل على شفير أن نكون أمام ضرب للمؤسسة التشريعية قانون انتخاب لبنان هو الذي يكون سلطة التشريعية وهو الذي أيضا منه تتكون السلطة التنفيذية الحكومة بلبنان قانون انتخاب هو أهم حدث مفصلي دون أي نقاش بسبع أيار المعروف راحت الناس من بعده على الدوحة في قطر ورحوا يتفقوا من رئيس جمهورية لقد كان مسمى الرئيس مشيل سليمان رئيسا الجمهورية إنما ذهبوا لناقشوا قانون انتخاب على العمل لحتى ما نكون نحكي كثير نظره نحن نتحاور بهذا الوقت معلوماتي الشخصية راح يكون قرب موعد اللقاء بين الوزير جبران بسيل وبين موفدي من حزب الله وحركة أمل وسوف يبلغ الوزير جبران بسيل بجملة ملاحظات على قانون الانتخاب الذي طرحه هذه الملاحظات إذا أخذ بها الوزير جبران بسيل وذا اقتلع بها الرئيس سعد الحريري نحن سوف نذهب إلى قانون انتخابات لكن حتما حتى هذه اللحظة يسجل ما يليه واحد لن تكون انتخابات على أساس الستين فالمهل عند الساعة أو عند منتصف الليل السابق قد انتهت ثانيا لن تكون انتخابات في موعدة في 18 حزيران فحكما نحن أمام تمديد سواء كان تمديد ظاهر أو مقنع ثلاثة هل يقبل الوزير بسيل والرئيس سعد الحريري بباب التسوي الذي فتحه حزب الله وحركة أمل خلال اللقاء اليوم إذا قبلوا سوف نذهب إلى قانون انتخاب ومن بعدها إلى انتخابات مؤجلة أما إذا لم يقبلوا نحن ذاهبون إلى مشهد سياسي مخيف ونعم القوى السياسية لا تعي ماذا تفعل بالأسف صحيح مشهد مخيف خاصة في ظل الفراغ البرلماني شكرا جزيلا لك سيد سالم زهران مدير مركز الارتكاز للإعلام على حضورك معنا وهذه المشاركة في آخر طبعة والشكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة